عقدت تنسيقية شباب الأحزاب دائرة مستديرة تحت عنوان ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير حوار بين الأجيال نقشت الندوة مرور 13 عاما على ثورة الخامس والعشرين من يناير وماذا خرجنا منها والدروس المستفادة كانت الندوة بحضور عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في الثورة في ذلك الوقت منهم من لم يشارك وكان صغيرا في السن تناول النقاش فارق التفكير والنطق الفكري بعد مرور كل هذا الوقت ما الذي كان سيتغير لو عادت الأيام من جديد وما الذي كان سيظل على حاله اتفق الجميع على آليات جديدة لفتح أفق الحوار بين الأجيال منها كيفية التعبير عن الرأي بدون تخطي الحدود نحن طبعا بعد 13 سنة في نطق في طريقة النقاش في طريقة التحاور ابتدنا نشوف الرأي ازاي نبتلين نتعامل معاها ايه اللي محتاجينه نوصل به دلوقتي عشان ما تتكررش الأزمة تانية ايه اللي ممكن يتم إصلاحه ايه المحاور اللي ينفع يتم التحاور بيها ما بين الجلين تكلمنا عن الحدث نفسه وإيه المقالات اللي هو وصل إليها وكمان استدعينا ذكريات من الثورة واتكلمنا عن إنه إيه اللي كان المفترض نرجعه وإحنا بنفكر في المشاركة في 25 يناير في اللحظة وإيه أفكارنا دلوقتي بعد ما وصل الحدث إلى الدرجة اللي هو وصل إليها أهم النقاط اللي كان بتركز عليها المائدة المستديرة هو حوار ما بين الأجيال ما بين من عصروا الصورة وما بين كانوا ناس مشاركة فيها بالفعل وما بين الأجيال اللي كانت شاهدة على اللي بيحصل أو وفكرة النطج الفكري والحراك اللي حصل أهم المخرجات اللي احنا خرجنا بيها من المائدة فكرة الحوار أصلا فكرة إن كان فيه افتقاد لفكرة الحوار ما قبل 25 يناير وده اللي اتحقق بعد 25 يناير اتناقشنا حوالين رؤيتنا المختلفة للحصل في 25 يناير في 2011 وتطلعاتنا إيه هي وطبعا إيه الأسباب اللي قدت للمتظاهرات دي والصورة دي واتناقشنا حوالين الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من الثورة دي أغلب الحضور قالوا أو أكدوا كمان إنه الحقيقة لو رجع بينا الزمن آه كان فيه حاجاتها ممكن تتغير كان فيه أفكار ممكن تتغير كان فيه أولويات كنا ممكن نعملها تصرفنا بشكل أو بآخر منه يعني بنوع من الحماسة ودي طبيعية موجودة عن الشباب فهم من نفسهم قالوا إنه لو رجع بينا الزمن آه هنعمل يعني الثورة مرة تانية ولكن هتكون بشكل آخر بأولويات أخرى أو بأدوات أخرى ممكن إحنا نقدمها أو نطلب إنها تكون موجودة